اهلا بكم في فيديو جديد انا حابب النهاردة اشكر كل الناس اللي اشتركت في القناة وعملت سبسكرايب ودعمتني بالكومنتات ونصحتني نصيح كتيرة وحاجة من النصيح اللي انا اخدتها ان انا لازم اعدل في الصوت والجودة بتاعته انا جربت اتنين مايك اشتريتهم واحد منهم كان رود والتاني مونو الاتنين اشتريتهم بس حسيت ان الجودة بتاعتهم مكادش كويسة فرجعتهم تاني طبعا انتم عارفين بره بيبقى ليك اربعتاشر يوم تقدر ترجع المنتج تاني من غير حتى ما تقول ايه السبب انا عارف ان في اه يوتيوبر سعب بياخدوا الفيديوهات دي ويعملوا لها انبوكسنج ويبعدين يحطوها تاني في العلبة ويرجعها فانا مش هعمل للفيديوهات دي اه او للمنتجين دولت مش هعملهم ريفيو انا هعمل ريفيو بس للمنتج اللي انا اشتريته اللي هو بويا بي واي ام وان المنتج ده بيكلف اه ميت زلوتي في محدود يعني اقل من ربعمائة جنيه مصري وعايز اشارك معاكم ايه رأيكم في الصوت وهل فعلا الصوت كويس ولا لأ وحفصل المايك وحنعمل تست مع بعض حبيب الاول ابدأ بتجربتي في موضوع اختيار المايك طبعا انا شفت فيديوهات كتير وعملت ريفيوز كتيرة جدا ناس كتير قلت لك ينفع تسجل من الكاميرا بتاعة الموبايل اللي انا بسجل منها فعلا دلوقتي وبجرب معكم بس في حاجة ما كانتش صادقة في الموضوع كله بيقول لك انا بشجل بالمايك بالكاميرا العادية وده ما ينفعش انا جربت اندرويد ابل الاتنين نفس الموضوع كلهم بيسجلوا بالمايك الداخلي لو اشتريت مايك مش هيسجل في حاجة تانية لازم تعرفها انك انت ممكن تسجل بالمايك الخارجي بس لازم استخدم تانية زي مسلا او في برناميك تاني اسمه اه فيلم برو بس ده بفلوس اه فانا استخدمت دلوقتي وبسجل بالاوبين كاميرا ده ببلاش وبينفع تسجل بالمايك الخارجي اللي انا بستخدمه دلوقتي في حاجة تانية مهمة لازم تعرفها ان لازم يكون بتاعك تي ار اس اس لو تي ار اس بس مش هيشتغل لازم تجيب كونفيرتور او محاول يخش من ثلاث شرط هوريلك دلوقتي لما هفصل المايك وبرضو هنجرب ونشوف الصوت هيبقى عامل ازاي? دلوقتي انا فصلت المايك وشغل بالمايك الداخلي زي ما تشايفين المايك في ايديه في هنا ثلاث شرط ده معناها تي ار اس اس تي ار اس اس ده ينفع توصل المايك ده على طول للموبايل وحتلاقي الموبايل بتاعك بس برضو ما تتوقعش انك هتشتغل بالكاميرا الداخلية او الانترنال كاميرا اللازم تنزل تسجل يا اما ممكن تسجل الصوت الواحده فيه ديفايسز بتتباع اجهزة بتسجل الصوت الواحده بتوصل المايك فيها وبعدين هي تبدأ تسجل الصوت الواحده والفيديو الواحده وتعمل لهم منتاج بعد كده توصل المبعض انا دلوقتي بوصل دايريك بالموبايل ومش بحتاج ان انا كونفيرتور عشان عندي التلات شورة دقوة المايك برضو خلينا اورهولكم البويا فيه هنا بيبقى فيه بطارية جوه وينفع يشتغل على السمارت فون على اللابتوب على الكاميرا بس الكاميرا عشان بتحتاج باور فلازم تغير من السويتش دا انت شايفه قدامك انك تحول من كاميرا او سمارت فون الوضع الوف بتاعه انه هو على سمارت فون لو انا سيبته على الكاميرا حيسحب البطارية حتى لو كاميرا مش متوصل بالكاميرا او المايك مش متوصل بالكاميرا خلينا ساو اوصل الصوت تاني ونشوف الفرق حيبقى اعمل ازاي يجبه دلوقتي انا بسجل تاني بالمايك. اكيد انتم لاحزتوا الفرق احيبقى اعمل ازاي في الصوت. لو عجبكم الفيديو يريد تعمله لايك. انا حابب برضو انا مش خبير في الصوتيات قوي. بس حابب ان انا اوري لكم العلبة. البوكس بيجي في المايك ومعايا جاك تاني. ده برضو بحلو بيجي معايا. كل ده بالميت زلوتي. في برضو معلومات هنا عن المايك نفسه. لو حد حابب يشوفها. اللي هو الفولتش بتاعته قد ايه? والصوت بيطلع منه قد ايه? والحاجات دي كلها. طبعا لو حد حابب اه يستفيد من الكلام ده ما فيش مشكلة. اه ميزة من المميزات اللي في المايك ده رغم انه صيني. انا بصراحة الصوت عجبني مقارنة بالمايكات اللي انا قلت لكم جربتها اه ان هو السلك بتاعه ستة متر. يعني انا ممكن امشي به في الشقة عادي او في حتة بعيدة او ببعيدة عن الكاميرا والصوت برضو حيفضل متصل. الرود ماركة كويسة وعم قريت كتيرة جدا عنه بس ما كانش الصوت كويس لان الرود كنت لازم احطه فوق الكاميرا. ففي مسافة بيني وبينه يمكن عشان كده كان الصوت وحش بس انا كنت بتاعتي اعلى ان انا لقي احسن من اللي هو يعتبر اه ارخص منه اربع مرات. فانا مستني طبعا رأيكم. وتقولولي ايه رأيكم في الصوت? هل كده الجودة بقت احسن ولا لأ? ولو في اي نصايح يريد تفيدوني بيها. انا بحب فعلا ان انا اشوف كومنتاب بتاعتكم. واسمع كلامكم. وتنصحوني بايه? برضو في الفترة القادمة. للأسف الجو وحش جدا. فانا مش قادر اطلع او اسفر مرة. عملها في مطرة شغالة. اه بقالها تقريبا اسبوع متواصل. من غير انقطاع. الجو درجة الحرارة في حدود عشرين تسعتاشر. فبرد لسه شوية. بس مجرد ما المطرة اه تقف حبد انزل واسور لكم شوية فيديوهات جديدة. ولو في حد حاببني اتكلم عن اي موضوع بخصوص بولندا او اي حاجة ياريتي كتب لي كومنتس وانا حبقى ارد عليه. شكرا جدا لكم لتدعيمكم. ونشوفكم في فيديو جديد. شكرا.